بسم الله الرحمن الرحيم هذه الديدان ديدان الأرض هل هي تفودي الطربة والنبات أم أن لها أضرار لا نعرفها ولماذا يخشى منها البعض ولا يرغب بها أسفل النباتات هل هي كائن غير مرغوب لهذه الدرجة أم أن هناك حقائق أخرى يجب أن نعرفها عن هذا الكائن من أين تأتي وكيف تعيش وما هي فوائدها وأضرارها إن وجدت بمجرد أن نجد هذه الدودة أسفل النبات الإحساس الأول هو الإنزعاج من وجودها والتفكير التالي هو محاولة التخلص منها فهل هذا الكائن الصغير يستحق منا هذا الإحساس وهذا التفكير هناك حقائق مسيرة للاهتمام عن هذا الكائن الصغير حقائق يجب أن نعرفها وبعدها سوف تتغير كثير من المفاهيم التي تعودنا عليها عند روجة هذا الكائن كلام مهم جدا عن ديدان الأرض لكن في البداية أتمنى منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب بالفيديو تجدعا لنا لتقديم المزيد بإذن الله هذه الديدان من السهل جدا الحصول عليها من المناطق الريفية حيث تنتشر بالأرض التي تسقى بطريقة الغمر وقد حصلت على مجموعة من هذه الديدان منذ ما يقرب من عامين تقريبا في العام 2023 الفيديو الذي يوصق وضعها بالطربة موجود على القناة وسوف أترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوصفة وبعد مرور هذه الفترة الطويلة أردت التأكد من وجود هذه الديدان هل مازالت موجودة في عوية الزراعة اختبار بسيط جدا قمت به للتأكد من وجود ديدان الأرض وضعت طبقة من البقايا العدوية أسفل الطربة السطحية هذه البقايا العدوية هي البقايا الصلبة عند تصنيع شاي الكمبوست فيديو تصنيع شاي الكمبوست موجود أيضا على القناة ثم قمت بالتغطية بورقة ووضع أي شيء لحجب الضو حيث أن ديدان الأرض لا تفضل التواجد في أماكن بها إضاءة لذلك هي تصعد ليلا إلى الطربة السطحية لتناول الغزاء عندما لا يكون هناك ضو بعد عدة أيام قمت بالفحص لاكتشاف ديدان الأرض في البقايا الأدوية هذه هي الديدان ما زالت موجودة فهي تعيش حول جزور النبات تتغزى على البقايا الأدوية والجزور الميتة كل تلك الفترة الديدان موجودة وتتكاثر وتقوم بعمل جليل لخدمة الطربة والنبات ديدان الأرض هي كائنات حية لفقارية وهي تلعب دورا حيويا في النظام البيئي للأرض خاصة في خصوبة الطربة وتدوير المواد الأدوية أجسام ديدان الأرض أجسام طويلة مقسمة إلى حلقات يمكن أن يصل عدد الحلقات إلى 150 قطعة ويختلف الطول والوزن حسب نوع الديدان يوجد انتفاق مميز حول جزء من جسم الدودة يسمى السارج وهو مهم في عملية تكاثر الديدان التغزية في ديدان الأرض تتغزى على المواد الأدوية المتحللة في الطربة مثل أوراق النباتات والجزور الميتة ويمكنها أن تأكل ما يقرب من تلت وزنها يوميا التنفس في ديدان الأرض بواسطة جلدها الرطب حيث أن ليس لها جهاز تنفسي أيضا ديدان الأرض لا تمتلك عيون أو آزان أو أنثم أو أطراف لكن لديها مستقبلات حسية للضوء واللمس والرطوبة موجودة على جسم الدودة التكاثر في ديدان الأرض ديدان الأرض خنسة بمعنى أن كل دودة تحمل أعضاء تناسلية زكريا وإنسوية لكن كل دودة تحتاج إلى دودة أخرى لإتمام عملية التزاوج ثم تفرز الدودة شرنقة تحتوي على البويضات المخصبة ديدان الأرض تتكيف مع الظروف القاسية ويمكنها البقاء على قيد الحياة في الظروف شديدة البرودة والزروف شديدة الحرارة عن طريق الاختباء في أعماق التربة يوجد أكثر من 4000 نوع مختلف من ديدان الأرض منتشرة حول العالم أهمية ديدان الأرض يمكن تلخيص فوائد وأهمية ديدان الأرض في خمسة عناصر مهمة أولا تحسين جودة الطربة عن طريق تحسين التهوية وتحسين تركيب الطربة وإعادة تدوير المخلفات والمواد الأدوية ديدان الأرض تتحرك داخل الطربة تصنع قنوات هوائية تساعد على تهوية الجزور وتسهيل امتصاص الماء والعناصر الغذائية هذه القنوات تعمل على تحسين تصريف المياه كما أنها تتغذى على المواد العضوية وتحويلها إلى مواد مغزية للنبات وهي الدوبال النقطة الثانية تعمل تدان الأرض على زيادة خصوبة الطربة حيث أن فضلات طودة الأرض غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للنبات ثالثا تعزيز التنوع البيولوجي داخل الطربة فوجود ديدان الأرض يدل على صحة الطربة ويدل على وجود كائنات حية أخرى مفيدة رابعا مكافحة الأمراض في النبات تساهم ديدان الأرض في تحسين البيئة الميكروبية داخل الطربة مما يقلل من احتمالات إصابة النبات بالأمراض خامسا ديدان الأرض بديل للأسمدة الصناعية حيث انتهت الدراسات إلى أن ديدان الأرض يمكن أن تحل محل بعض الأسمدة المعدنية المكلفة أنواع ديدان الأرض يمكن تصنيف ديدان الأرض إلى سلاس مجموعات رئيسية حسب مكان تواجد الديدان في الطربة فهناك الديدان السطحية وديدان الطربة الوسطى وديدان الجحور العميقة الديدان السطحية تعيش في الطبق العليا من الطربة بين المواد الأدوية المتحللة تتميز هذه الديدان بصغر حجمها وصورة تكاثرها من أمثلة هذه الديدان ديدان الكمبوست الحمراء ديدان الطربة الوسطى تعيش في أنفاق أفقية في الطبقات الوسطى من الطربة تتميز بلونها الشاحب وحركتها البطيئة ديدان الجحور العميقة تحفر أنفاقا عمودية في عنق الطربة وتخرج منها إلى السطح للتغذية وتتميز سيجي ديدان بحجمها الكبير ولونها الداكن بشكل عام تعتبر جميع ديدان الأرض هي كائنات حية مفيدة جدا وتقدم خدمة عظيمة لتحسين جودة الطربة والبيئة الزراعية وتوفر عناصر غزائية أهلية الجودة للنبات وليس لها أي أضرار على الإطلاق ولا داعي أبدا للنفور منها أو محاولة القضاء عليها إذا وجدتها أسفل النباتات بل ينصح بالحفاظ عليها وتعزيز وجودها ومحاولة الحصول عليها وتربيتها أسفل النبات في الختام أرجو أن أقدمت لكم معلومة مفيدة وأرجو منكم دعم القناة بالاشتراك ونشر الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته